اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكرها التدريبي في مدينة دبي بتعادله مع نظيره منتخب توركمانستان بهدف لمثله وذلك في المباراة الدولية الودية التي قيمت بين المنتخبين على استادي نادي ضباط شرطة دبي وسجل محمد مرهون هدف منتخبنا الوطني الوحيد في اللقاء هذا من المقرر أن تتواصل تدريبات المنتخب الوطني الأول مع عودته للمملكة بهدف الحفاظ على النسق اللياقة البدنية وتطوير النواحي التكتيكية استعدادا للمشاركة في التصفيات المشتركة الأسيوية المزدوجة والتي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل إلى جانب نهائيتك سي آسيا والتي ستقام في قطر مطلع العام المقبل نعمل حقا على جانب نئسي صحيح mejor circulación, mejor posesión. Hay que seguir trabajando, seguir mejorando y todavía quedan un par de meses para trabajar previo a la eliminatoria. Yo no soy partidario de adaptarme a los sistemas de juego. Hoy modificamos para ellos, modificamos el sistema pero en realidad el juego se desarrolló como lo habíamos planificado antes con defensas laterales en situación ofensiva, con mayor posesión. No le doy mucha importancia a los sistemas tácticos. No me preocupo mucho en el sistema táctico. Llegaríamos siempre a la defensa, y a la gente a la que nos hagan, y a la que nos hagan, y a la que nos hagan. Por eso, ¿qué es la mejor manera de la playa hoy? hoy nos hagan, y a la que nos hagan, y a la que nos hagan, y a la que nos hagan. mentes, y a la que nos hagan, y a la que nos hagan, y a la que nos hagan. من شهر ديسمبر لعام 2010 وذلك خلال لقاء ودي مع أوزباكستان فيما شهدت ذات المدينة أيضا ظهوره المئوي في المواجهة الودية أمام المنتخب التركوماني حاملا شارة القيادة احتفاء بهذه المناسبة تعادل منتخبنا الأولمبية لكرة القدم سلبيا مع نظيره الياباني في لقائه الأخير ضمن تصفية كأس آسيا تحت 23 عاما وذلك في لقاء الفريقين على استادي الشيخ علي بن محمد الخليفة في المحرق الأحمر الأولمبي كان قد خسر مواجهة الأولى في التصفيات بهدف أمام نظيره الفلسطيني فيما كسب مباراته الثانية أمام نظيره الباكستاني بثلاثة هدف مقابل هدف واحد لينهي منتخبنا الوطني مشواره في المجموعة ثالثا برصيد أربع نقاط فقط في المقابل أكد المنتخب الياباني صدارته للمجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط ليحجز بذلك بطاقة العبور المباشرة للنهائيات غادر الوفد الإداري للبعثة مملكة البحرين إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة بدورة الألعاب الأسيوية التاسعة عشر والتي ستحتضنها مدينة هانكشوف خلال الفترة من الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري وحتى الثامن من أكتوبر المقبل الفوج الأولى توجه المكون من مدير البعثة السيد أحمد عبد الغفار ونائب مدير البعثة فجر جاسم وأعضاء الوفد الإدارية وهم كل من مادن والناس حسن عبد الرحيم الجمعة ومريم مردانة على أن يرافقهم بقية أعضاء الوفد الإعلامية والمنتخبات المشاركة تباعا حسب حجوزات السفر المجدولة التي أجرتها البعثة الإدارية للبعثة البحرينية المشاركة أحرز الدراج أحمد ناصر من فريق فيكتوريا السائل البحرين لقب المرحلة الثانية من طوفي صلالة الدولية الفين وثلاثة وعشرين والذي ينظمه الاتحاد العماني للدراجات الهوائية ناصر التمكن من انهاء السباق الذي امتد إلى مسافة 148 كم في زمن بلغ أربع ساعات وإحدى وثلاثين دقيقة متفوقا على الدراج الاسلوفيني جريك بولا صاحب المركز الثاني والذي أنهى السباق بزمان أربع ساعات واثنتين وثلاثين دقيقة وإحدى عشرة ثانية ترجمة نانسي قنقر